وكأن تعز لا يزال ينقصها المزيد من المشاكل والأزمات مؤخراً قفزت من بين أزمات تعز المتراكمة قضية الاستيلاء على المنازل والممتلكات الخاصة كان أخرها منزل رجل الأعمال المعروف علي محمد سعيد رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وهو الذي أسفر عن تدخل محافظ تعز لإخلاء المنزل وبقية المنازل المغتصبة من قبل أفراد يتبعون بعض الألوية العسكرية لكن عدداً غير قليل قبل ذلك من المنازل والممتلكات الخاصة التي تعود لمواطنين وتجار مغتربين ونازحين تعرضت للاقتحام والسطو على يد مسلحين يقول البعض إنهم مقربون من قيادات عسكرية وأمنية الاتهامة تشير أيضاً إلى أن المسلحين يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل إخلاء هذه المنازل وإعادة الممتلكات لأصحابها يرى مراقبون أن إخفاق المؤسسات الأمنية والسلطات المحلية في تعز نتيجة المحاصصة وتغول المصالح الحزبية وتحالفها مع منظومة مصالح جهوية وقبلية وشلالية وشخصية هو ما يسمح بانتشار هذه الظاهرة ويزيد من مخاطرها من الواضح أن الصراع في تعز يأخذ أبعاداً كثيرة فهذه المدينة التي تخوض حروباً عدة في آن واحد لا تزال أسيرة معركة حزبية امتدت آثارها لأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ما أدى إلى تعميق حالة الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الأمنية والقانونية وتقييد حركة السلطة المحلية في ظل هذه الظروف برزت شخصيات تتزعم عصابات تقلق الأمن وتنشر الإنفلات في أنحاء المحافظة وتعمل تحت غطاء الصراع السياسي القائم أو صراع النفوذ بين قيادات المحافظة ما جعلها تبدو كأنها لا سلطة قادرة على ردعها وليستمر الحال في تعز من سيء إلى أسوأ